لا تذهب إلى هنا رغم أن الدولة الأندونسية تحتوي على نسبة 80% من المسلمين إلا أن جزيرة بالي عكس ذلك فهي تحتوي على نسبة 80% ولكن من الهندوس إلا أن هذه الديانة متيرة للجدل وفيها طقوس غريبة جدا ربما خرجوا الصباح للسرموني انتهي انتهي لماذا؟ هذا لما؟ لسرموني أيضا؟ نعم هذا الواتر وهذا؟ كافي وهذا؟ ريس ريس حسنا شكرا دائما في الصابح الباكر ترى الناس مخرجة من هذا الطبق يعني يقولون السرموني تحية لهم لكي يحييوا الإله في معتقاداتهم يعني هذه المعتقادات ملاح الواحد يعرفها أولا لكي يعرف نعمة الإسلام ثانيا لكي يعرف أنه كيف يخموا هؤمنوا في هذه المعتقادات لكي يقدر يقنعهم لكي يدخلوا الإسلام لأنه لا تقدر تقنع شخص وانت ما تعرفش الديانة وما تعرف بشي أمن وما تعرف كيفيش تقوص فهذه واحدة من تقوص لكن الشيء الأغرب من ذلك وهو يوم تتوقف فيه الحياة لمدة 24 ساعة في جزيرة بالي تغلق جميع المطارات وتلغى جميع الرحلات تتوقف حركات السيارة والدراجات النارية في الطرقات تماماً فتجدها فارغ بالنسبة للسكان لا دخول ولا خروج وفي الليل تنطفق الأنواع يا ترى لماذا؟ لماذا؟ اليوم يدعى يوم الصمت في باري يدعو للتصالح والتسامح ما بين العائلات ففي هذا اليوم كل العائلات تلتقي عند العائلة الكبيرة يعني الجد والجدة يلتقون الأولاد لأن الأباء الأمهات يطلبوا السماح ما بيناتهم والمغفرة في هذا اليوم يقولوا أنه يوم تأمل يصوموا فيه يوم يبدوا صفحة جديدة في حياتهم ويوم يبدأ فيه في هذا مثل هذا اليوم يبدأ عامهم الجديد هنا في باري والديانة هنا الديانة الهدوسية بنسبة 80% وهذا العيد كان يحتفلوا به بطريقة غريبة نحن نتحدث نحن نتحدث نحن نتحدث نحن نتحدث لكن لا تذهب إلى هنا الناس ستجد صحيح؟ لكن الناس ستجدني لا 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 ما هي الآن؟ ما هي الآن؟ لماذا لا يمكنك أن تذهب إلى هنا؟ نعم كل مكان في باري كل مرة في عام نحن نتحدث نحن نتحدث نحن نتحدث لكي لا أفتك في البعض فقط يبغل في المتحدث حسنا حسنا يقول لي أنه جدته في الشارع سيبغل قتلك ولل قلال أنه جدته ولم ترغب في التعليمات فهو قدر سيجنه المتبكة إذن لم يكن لديه لأنه شغل لم يكن لديه والأمام لقد رأيتها هذا هو المنزل لا أذهب إلى أي مكان ماذا تفعل؟ لا أفعل شيء فقط أريد أن تفعل الطريق أمتلا لا؟ لا؟ حسنا لكن أبداً لا أذهب إلى أي مكان نعم لكن لا يمكنك لا يمكنني أن أعمل هنا لا لا تقوم بالقام أجل أن أمززها؟ حسنا لا أظن أن يسمع أي شيء لا تقوم بأي شيء لا تقوم بأي اليوم لا تقوم بأي لا تقوم بأي لا تقوم بأي لماذا تذهب؟ لأنني أتباع هنا فلما سألت لماذا انت بالخارج قال لي انهم من شرطة البيكا غالا ان يتعاونون مع الشرطة لكنهم من السكان المحليين واسمهم بيكا غالا مهتمين بالأمور التنظيمية ومراقبة السياح بعدم خرق القوانين والتعدي على اللوك الشرطة في كل مكان ما خلونيش نخرج قال لي رجع للغرفة تاك ما كاش اي سبب تقدير تقنعها انه خليني يفرد مني خاصة نتصور فكين سبب واحد بركي تنجم تخرج على خاطرة وحاجة واحدة رأي مفتوحة في بالي اليوم والمستشفيات فقط شيء اخر لا يوجد يعني بعد غروب الشمس يعني هاو تخرجنا فاشوفوا الطلق ما كاش الضوء ما يجعلوش كهذا الطلق ويقال ان في الليل تخرج الارواح الشريرة في يوم الصمت في بالي فلهذا تجدهم حريصين جدا على المقوت في البن ويعتبرونه امر خطير خطير جدا ان خرجت في هذا الوقت الأشتاء هناك هانية للتوال لا يوجد الكترزية في الراحة الميلدينة تلقى أنا لا لا يعني دي نحن التركزية في هذا لا يوجد موسيقى صباح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الملك وليله إذن يوم جديد يعني الحضر التجول اللي فرضوا علينا يعني من الستة على الصباح تعال البارح حتى الستة على الصباح تعال اليوم فرعنا خارجين نكتشفوا المكان السيكا معناه نيوير يعني معناه العام الجديد إذن دخلنا يعني المعبد من المعابي التاحهم الهندوسية ورح نكتشفوا يعني بالأمس ديرو السايلان ديرك اليوم ويقولوا أن هذا اليوم علش ما يخلوش الناس تخرج لأن هذا اليوم يقولوا ومعلى حسب زعمهم أنه الجنون تكون بره فما لازمش تخرج لأنه ممكن تصيبها فاليوم وش يديروا باش يتطردوا هذيك الجنون وقاع يدوك نوريكم هرواح أول شي يبنوا هذا بالبامبو هذا البامبو يعني الناس اللي صنعوا هذا البامبو وش يرفضوا يرفضوا واحد الشي يقولوا لها أوغو أوغو وشنو هذا أوغو أوغو يعني كيد دمية كبيرة في نهاية يعني الاحتفال تحهم اليوم يحرقون فبمجرد أنه يحرقوا هذيك الدمية أوغو أوغو فهذا في نظرهم أنه الأرواح الشريرة تروح والجزيرة تبقى آمنة وسالمة رح نوريكم أوغو أوغو هذا هو شوفوا قده كبير مغطينا لكن فهذا رح يحملوه بواسطة هذا البامبو ويدور فيه كامل طرقات ويحتفلوا باليوم تحهم بواسطة هذا الوقت بواسطة ويشفو بواسطة 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 ولغتهم دليل على عظمة الخالق فين بغي أن يكون هذا الاختلاف سبيلا للتعارف والتواد والترحم بين أطياف المجتمع الواحد فلا مجال للتفاضل بين الناس إلا على أساس التقوى فجميع أفراد المجتمع أسرى واحدة وخلقوا من نفس واحد مدام لم يعاد دين الله فلنحي حياة كريمة فلنعيش بسلام ولنتعيش شكرا سلام شكرا على أختيك لعطيت أهلي في المشاهدة هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي أبحث الفيسبوك والإنسكرا سلام